انخفاض حاد على درجات الحرارة وأجواء بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية لتكون أيضاً الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول مكانك المفضل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد خلال يوم الغد نتيجة ابتعاد منخفض شبه الخمسين عن أجواء المملكة وكما نشاهد هنا منخراء الدرجات الحرارة يبتعد هذا المنخفض مع نهار يوم الغد بمشيئة الله وتندفع خلفه كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في ساعات النهار وأيضاً درجات الحرارة الليلية تكون أبرد من الليالي الماضية لتعود الأجواء بشكل عام أو درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها إلى أعلى بقليل خلال نهار يوم الغد بمشيئة الله هذه الليلة متوقع أن تكون الأجواء مغبرة في العاصمة عمان درجة الحرارة تصل إلى 10 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان درجات الحرارة متقاربة ما بين 15 إلى 16 يوم الثلاثاء وتعود إلى 14 درجة يوم الأربعاء ليلاً ما بين 7 إلى 8 درجات يوم الثلاثاء وأيضاً إلى 6 درجات يوم الأربعاء بمشيئة الله ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد نبدأها من إربط فرص لأمطار بمشيئة اللامن 17 إلى 12 درجة مئوية في المفرق من 18 إلى 11 درجة جرش 19 إلى 10 وفي عجلون من 17 درجة إلى 10 درجات مئوية في ساعات المساء عمان 15 إلى 7 درجات في الزرقاء 19 إلى 9 درجات في البلقاء 17 إلى 7 درجات مادبة 16 إلى 8 درجات أجواء لطيفة في البحر الميت من 25 إلى 16 درجة مئوية في ساعات المساء في الكرق 17 إلى 9 درجات طفيلة 16 إلى 8 درجات معان 22 إلى 6 درجات الشرع 14 إلى 6 وفي العقبة من 27 إلى 15 درجة مئوية وأجواء لطيفة أيضا في العقبة في الرويشة الأجواء قد تكون مغبرة من 27 إلى 8 درجات كذلك الأمر في الصفاوي 22 إلى 10 درجات في الأزرق رياح مثيرة للأتربة من 23 إلى 10 درجات مئوية نود التنبيه أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب مشاطر رياح يوم الغد تحديدا في الطرق الصحراوية لذلك نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقصل أردتمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده CFI المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير تمويلكم شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل سيتي مول مكانك المفضل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم